مطالب المتظاهرين في العراق لم تعد تقتصر على تحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومكافحة الفساد ولا حتى استقالة حكومة عبد المهدي بل ارتفع سقفها إلى المطالبة بإسقاط النظام بالكامل بأحزابه وميليشياته وتعززت المطالب باعتصامات مفتوحة وإضراب عام وهو ما وحد المتظاهرين في جميع المحافظات العراقية المنتفضة المتظاهرون يتطلعون بانتفاضتهم نحو المعالي بمطالبهم بعد تقديم مئات الشهداء وآلاف الجرحة ليصلوا إلى نتيجة مفادها علو في الحياة وفي الممات الشعارات العابرة للطائفية والحزبية والمطالب المشروعة مكنت المتظاهرين من الثبات والاستمرار ساعيا لتحقيق أهدافهم بعد أن ضغطت عليهم الحكومات المتعاقبة على حكم العراق منذ 2003 حتى انفجر العراقيون مع طول صبرهم بانتفاضة قد لا تبقي من المتسلطين الظالمين أحدا ولا تذر انتفاضة تشرين كشفت وبشكل لا يقبل الشك الدور الإيراني في وصول العراق إلى ما وصل إليها من تدهور أمني واقتصادي واجتماعي فجاءت الهتفات معبرة عن ذلك بكل قوة بوجوب إخراج إيران من المشهد العراقي بشكل نهائي لكن محيط العراق العربي بدت شعوبه مؤيدة لانتفاضة تشرين واندمجت مطالبه بمطالب العراقيين بإسقاط الأنظمة الجائرة والمستبدة بيد أن الحكومات العربية اكتفت بالاستنكار والإدانات في المحافل والمؤتمرات ما يجري في العراق ولبنان وبلدان عربية أخرى من رفض للأنظمة التي توغل في الفساد وقمع الشعوب يشير وبشكل جلي إلى اقتراب ساعة الإطاحة بتلك الأنظمة التي لم ترقب في شعوبها إلا ولا ذمة وعندها يندم الطغاة ولا تحين مندم